شهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت والأمين العام المسعد لجامعة الدول لشؤون الاقتصادية علي المالكي تكريم خريجي أول يدفع لكلية الدكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية بالعالمين وذلك بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق برنامج ريبل لدعم وتطوير مراكز ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات المصرية والعربية والذي أطلقته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا